أكيد وجود المؤتمر أو افتتاح مؤتمر سابع للشباب في العاصمة الإدارية للكثير من الدلالات وزي ما قلنا أنه كان فيما قبل وجود المؤتمر في القاهرة، سكندرية، شرم الشيخ، أسوان، محافظات مختلفة ده أكيد لدلالة أستاذ أشرف دلالات عقد مؤتمر الشباب السابع، الوطني السابع في العاصمة الإدارية الجديدة أول حاجة أنا أريد أن أحاول رئيس أنه هو أول رئيس يتمي بالشباب تلك يعني اهتمامه الشاغل بالشعب المصري واهتمامه الخاص بشباب مصر لأن شباب مصر هو نواة المجتمع فتحية للرئيس من إرناميكو تحييه فعلاً للاهتمامه البالغ بشبابه لما نيجي نتكلم في نعقاب مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية الجديدة هي رسالة بقدرة مصر على الإنجاز ورسالة للعالم من المصريين أن لديهم القدرة على الإنجاز وعلى أنهما لما بيحبوا يعملوا حاجة بيعملوها صحيح لما نيجي نتكلم أن اختلال العاصمة الإدارية الجديدة مقر للمؤتمر الشباب هو بداية الحياة وأنظمة جديدة للحكومة المصرية ونقل الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة ده حاجة كويسة جداً ونبدأ نطلع من الاختناء اللي موجود في العاصمة القديمة للعاصمة الجديدة بطفق مع حضرتك طبعاً مية بالمية وأنا عارف إنه وقت يبدايق فعشان كده أنا مختصر في الكلام أنا عارفة ولأنه المؤتمر كمان فعالياته مستمرة على أمسي مصر 2 ولازم نقول إن المؤتمر الوطني السابع للشباب سبع مؤتمرات الحكومة باتخلي شباب يتفاعل ويتوغل في الحياة العامة في مصر كلها كل التحية لسيطة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي إدى فرصة للشباب إنهم يكونوا موجودين بهذا الشكل المشرف ترجمة نانسي قنقر